أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية سوف تحتضن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة في السادس من ديسمبر المقبل لدعم الصمال وذلك في إطاري أزمة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد منزوع عقود في ظل شح الأمطار والتي يعتمد عليها ملايين البشر جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة في الصمال واستنهض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر والمنظمات العربية بحيث يكون تركيزه على ثلاثة مجالات رئيسية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية